في الوقت الذي تترقب فيه بغداد موعد عودة البرلمان إلى عقد جلساته بعد غياب أجبر عليه بفعل اتصام التيار الصدري تحت قبته تدخل المفاوضات فصلا جديدا من حيث التقارب الذي تبحث عنه أقطاب القوى السياسية سيام الإطار التنسقي المتمسك بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الكاظمي لكن البيت الإطاري خرجت منه اختلافات في وجهة النظر فيما يلمح لتقارب بعض زعامائه لشروط التيار الصدري الذي يتمسك زعيمها مقتد الصدر بها منذ أن أعلن عزلته السياسية قبل أسابيع والمتمثل بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة وهنا بدأت رياح الفرق التفاوضية تهب تجاه إقناع التيار الصدري بما يسعى إليه الإطار التنسقي مرشح الإطار محمد الشيعة السوداني والذي جدد التمسك به كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة أعلن برنامجه الحكومي في كافتيريا البرلمان برفقة عدد من النواب حالة سياسية تقرأها صحف غربية بلغة تفسر وجود فجوة سياسية جديدة قد تضاف إلى الانسداد بعد أن أصبح البيت الإطاري بين متجه نحو التوافق مع الصدر ومتمسك بنوايا الإطار في تشكيل الحكومة سيم التمسك بالسوداني واستئناف عمل جلسات البرلمان الأمر الذي يزيد حالة الترقب في الأيام المقبلة حول شكل المفاوضات ونتائجها بما ينعكس على الأزمة في بغداد ترجمة نانسي قنقر